وما تنساش انت انك انت ثاني متنعم في بريطانيا في الفيلات ومرتاح حرك كما هما ماكش بعيد عليهم وهم برك خير منك انهم ما زالوا في الجزائر وانت تهضر من بعيد هذا سؤال معلش نجاوب عليه اولا اللي قال لك عناني متنعم في الفيلات وهي اروي كذا بعليك انا ساكن في شقة ومأجر هالشقة من عند البلدية وادفع ايجارها وادفع الضريب عليها وطبعا لو كان كاشنهار يجي ونقرر هذه الوثائق موجودة الوثائق ومنذ ان جيت لبريطانيا وانا اسكن في شقة متواضعة وادفع اجرها يعني ما نقش حتى ذاك اللي اسموا البنيفيت ولا طاكس ولا ولا باش تخلص علي هذا واحدة الامر الثاني لو كان انا راني في فيلات ولا اي جزائر ارا في فيلات في الخارج وهذا الدرهم تعب عليهم اخدم عليهم دار شركات دار هذا ما نحقه ما يسرقش وما لازم يكونوا ضد الناس انا تكون عندها دراهم ويكونوا اغنيا ويكونوا اذا كان ما سرقوش وما نهبوش قالوا كان عندي فيلات والمال هنتحهم ما الحلال وما الشرعي ورا المشكلة هذا مش مال شعب احنا علاش ننتقدوهم ننتقدوهم لان هذا كمال شعب الامر الثالث هو ما راهم في الجزائر باجسادهم وقلوبهم واموالهم وراها برا احنا انا في الخارج باجسادنا وقلوبنا راي في الجزائر ولذلك يستطيع اي واحد منصف يعرف اني نعرف كثير من التفاصيل والتدقيقات والامور اللي هم ما يعرفوهاش مع انهم وفي السلطة وعندهم قاعد الامكانيات وعندهم الامر الرابع احنا وش انا نقول لهم انا ولا غيري انا نقول لهم اصلحوا مشي واحد يعد عندو ذلات بلابسين واحد ما هوش لاقي الماء ويجري برصة يرنا مشي واحد يعود اولادو يروحو المالديف ويروحو لليابان ويروحو لسويسرا ويروحو من مال الشعب الجزائري وكان جاءوا عايشين في سويسرا ورحوا في سويسرا ولا رحوا يحوسوا من حقهم هم عايشين في الخارج اصلا وجايبين درهمهم من الخارج ويخدموا على رواحهم من حقهم احنا نقول لهم راح الناس كاي اللي راح نص الشهرية تروح في الستيرنت راح كاي الناس مش قادرة تدفع الكهرباء وانتم الكهرباء باطل والماء باطل والانترنت باطل ولي دوميستيك اللي يخدموا عندكم الخدمات والخدمين باطل والسيارات باطل والسواقين تع السيارات باطل وتزيد وتدود راهم باعتبارها اجر وتزيد وتنهي بوشكاير حول فرق ثم احنا هذا الوطن اللي غادرناه ما غادرناش والداليل حرام جزائريين بالملايين كم من جزائري راه مازال يهدر على البلاد ويهدر على المستضعفين ويهدر على المفقرين ويهدر قليلين جدا قليلين جدا مع انه الناس اللي رأي في الخارج شوف انا هنا ما نخافش الكهرباء انقطع عليا ولا الماء انقطع عليا ولا الغاز ولا الانترنت يعني الانترنت ممكن تحدثلك مرة في ست شهر والله يكون كان خلالوا مثلا ولا ولا نخافش ويخطفون المخابرات في الليل ولا في النهار ما هذوقا ما عنديش بسحنا ندفع عليك انت ثمع لانا انترك تعاني من هذه الأشياء اللهم إلا القلة القليلة وحتى ذلك القلة القليلة حتى ذلك القلة القليلة اللي تعود مستفيدة يقدر يلقى روح وكان جنرال بعد يلقى روح وجندي وفايت على النازعات غرقا في مراكز عبلة وما شبه مش كان 40 جنرال روحوا في الحبس بعضهم كانوا أرباب البلاد وكنا ننصح وننصحوا فيهم أيام لقيت صالح ونقول لهم سلموا الأمر للشعب ورحوا تثكناتكم لأنكم رحين ضربوا في مبيناتكم ورحين تقاتلوا في مبيناتكم هاهم كان منهم دخلوا من القبور تحت التعذيب شواقي بالله العروسي صواب باش نذكروا هات ثلاثة فقط وآخرين الرعب أغلبية الجنرالات عندهم نقع الأمراض المزمنة معنا بل مش عينوش يسقطوا الوزارة كيف كيف الولاد كيف كيف تقدر يتشوفوا اليوم راح في الهو مش سلال كان هو رب البلاد مش أويحية كان هو من الأر الأرباب ورهم الآن على لأنه نظام متصادم احتمال كبير غدوة كيفما لقيت بوعزة وسينيارا في الحبس وجبار مهنة كان في الحبس خرج ولا هو معلم واحد الأرباب جاء بوعزة وسينيارا في الحبس غدوة ممكن تشنغريحة ولا في الحبس ويخرج بوعزة وسيني أو غيره مثلا فحنا نطالبوا باش تكون هناك الشعب هو اللي يخير الحكام والعسكر هادون مو مش أرباب الجنيرالات هادو مش أرباب هما موظفين عند الشعب الجزائري يديروا خدمتهم وكي يوصلوا لروترات يروحوا روترات مش واحد عمره 79 سنة شنغريحة يبعث اللي هما عمرهم 45 و 55 و 55 يبعثهم روترات وهو يزيد يبقاو ويزيد يدفن مش محقول مش واحد كما بنعلي بنعلي عمره على الأقل 86 سنة بينما تبعث الناس كينجنيرالات وعقادة بعثهم فلاشتا 40 سنة و 45 و 50 احنا نقول لهم باللي هذي ما تدخلكم في السياسة أفسد السياسة وأفسد الجيش وأفسد التجارة وأفسد كل شيء هذه طبيعة العسكر لما يدخلوا الجنيرالات لما يدخلوا شوف هذو قدماء الجيش وبعض منهم خدمهم في التسعينات هاهم يموتوا كي ينتحروا كي ليه يجدون ما مش وعدهم تبون قبل خمس سنوات وقالوا الكلمة بالأطنان راني في باتنا نقول الكلمة بالأطنان وره معاناتهم رهيبة كثير منهم يرسلني ومش برقة تسعينات حتى اللي يجيوا بعد تسعينات مساكن بينما ميزانية الجيش كم هي ربع ميزانية البلاد أين تذهب فإحنا ما نقول لهم توقفوا عن هذا خلوا أعطوا للناس حقوقها ما تبقىوش تنهبوا جيبوا حكومة شعب لحاسبها وأشياء أخرى كثيرة ولكننا بقى نتكلم في الموضوع هذا يا طول لكن تأكد أن الإنسان الحر شوف أنا مش أقول لك كل الوجوه هذه اللي تظهر مرات على أساسنا معارضين كلهم لاح وخيار نحن نعرف بعضهم فاسدين ونعرف بعضهم مبتزين ونعرف بعضهم خوان نعرف كين بالسحراء قبل 14 قر نزلت آية يقول فيها رب العزة في سورة ألي عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في هذاك الزمن نزلت هذه الآية إلى درجة أن في صحابي كبير قال والله ما كنت أظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية تعقضيت الناس اللي يحبوا الدنيا كينين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية وما قبله من زمن آدم فمش بن آدم قتل خوه على واش على جل الدنيا على جل المرأة اللي كان يحب يتزوجها الدنيا إلى أن يارث الله الأرض ومن عليها نحن كاي الناس يحبوا الدنيا ومستعدين يبيعوا ضمايرهم ويبيعوا أخلاقهم ويخونوا من أجل الدنيا وكاي الناس والله يكون تقطع رؤوسهم رؤوسهم ما يمدوا نفسهم أو يديهم إلى سنتيم واحد ولا يخونوا بكلمة واحدة در كاللي يامن يامن واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش هذه الدنيا ربي قال ولذلك خلقناه وراح نبقى مختلفين إلى يوم القيامة